محاولة لجمع الكلمة ورفع الصوت عبر مؤتمر صحفي عقدته رابطة الشبكات السورية في مدينة أنتابة تركيا المؤتمر يشرح الوضع الإنساني الذي تمر فيه منطقة شمال غرب سوريا نتيجة الهجمة العسكرية الشريسة التي خلفت مئات آلاف المهجرين والنازحين إضافة إلى ضحايا القصف انطلق البيان من هذا الاحتياج لنوصل صوت جميع أهلنا المظلومين إلى المجتمع الدولي إلى الأمم المتحدة حتى يسمعوا أنه يوجد كثير من الظلم في الشمال السوري بتعدي ممنهج من النظام وحلفائه طالبت الرابطة المجتمع الدولية بوقف مجازر نظام الأسد عبر بيان ركز على الوضع الإنساني بشكل كبير خاصة النساء والأطفال وطرح البيان إمكانية تقديم مساعدات عاجلة من الاتحاد الأوروبي وأجاب القائمون على المؤتمر عن أسئلة الحضور المتعلقة بآلية قنوات التواصل مع المعنيين من الاتحاد الأوروبي لتقديم الدعم العاجل للنازحين السوريين حقيقة البيان اليوم ركز على المدنيين ومن ضمنهم مو بس من ضمنهم يعني ركز بشكل خاص على المرأة والطفل مثل ما نعرف آخر إحصائيات الأمم المتحدة إنه 80% من اللي نزحوا اللي هنا مليون 80% منهم نساء مع أطفال و20% منهم نساء فقط عبر هذا اللقاء حاولت رابطة الشبكات السورية لفت الانتباه إلى ما يجري في الشمال السوري من أوضاع مأساوية ليست المحاولة الأولى ويتمنى القائمون على المؤتمر أن تكون الأخيرة بانتهاء مأساة الشعب السوري والعدل تلفزيون سوريا مدينة غازي أنتاب جنوب تركيا